السلام عليكم اليوم بدأنا نحكي عن الأمراض النفسية الشائعة عند النازحين كونه حالات النزوح للأسف منطقتنا بهالفترة كثيرة لا شك أنه عادة النازحين هم مجموعة من البشر كبيرة من الأطفال إلى الشيوخ من الناس الذين أساساً عندهم مشاكل نفسية أو كان راجع طباء نفسيين عادة تزداد الحالات تزداد حالات مثلاً الاكتئاب يزداد بشكل كبير طرابات القلق وخصوصاً نوبات الهلع نحن صلنا نشوف تقريباً كل يوم نشوف نوبات الهلع بينما سابقاً بعياتي ممكن مر أسبوع حتى نشوف حالة الهلع طرابات الشكاوي الخوف من المجهول عادة ما يترافق بشكاوي أو خوف من المرض خطير يعني قد يتطور إلى ما نسميه القلق المعمم حالات الذهانية تزداد كذلك منها طرابات ثلان القطب أو الفصام أو عادة عند النساء اكتئاب ما بعد الولادة ذهان ما بعد الولادة نشوفه بشكل كبير طبعاً الأكثر تضرراً بحالات النزوح هنالنساء والأطفال الأسف الشديد الأطفال غالباً ما نشوف عندهم اضطرابات سلوك كثيرة طبعاً بسبب عدم إدراك الأهل أنه اضطرابات السلوك عند الأطفال هي تعبر عن حاجات نفسية الأهل عادة ما بيدركوها أو ما عندهم المعلوم عنها كذلك هناك اضطراب شاعه واضطراب التكيف قصة انتقال من مكان إلى مكان آخر من مكان لو فرضنا أو ما يسمى بصدمة الحضارة أنه انتقال إلى منطقة جغرافية جديدة ذات تقافة جديدة لغة جديدة قد تسبب اضطراب التكيف عند البعض حالات مثلاً يعني الأسف بسبب غياب الوعي بهذه الأمراض والافتقاد إلى الخدمات النفسية أو وجود عدد كاف من الطباء النفسيين عادة ما يجعل هذه الحالات تتطور إلى حالات خطيرة منها حالات هياج شديد إذا كان المريض فصامي أو عنده طرابة ماء القطب أو بحالات الاكتئاب سمعنا وقرأنا عن كثير من حالات الانتحار للأسف وخصوصاً عند الشباب بسبب حالة القلق الشديد المترافق أحياناً من نوبات هلاء وتقود إلى اكتئاب شديد الاكتئاب هون متى ما دخلنا بالاكتئاب صارت خطورة الانتحار عالية ويجب على الأهل أو الأصدقاء القريبين من هذا الشخص اللي يعاني من هكذا شكاوي أنه نصيحته بالتوجه لعند الطبيب النفسي وعادة ما يحتاج المريض لأسابيع من العلاج ممكن يستعيد فيها كامل نشاطه وحياته ويرجع يكون شخص منتج وبناه بمجتمعه وقادر يحل مشاكله لأنه عادة بحالة الاكتئاب الشخص مهما حاول يعالج مشاكله عملياً بسبب كونه مكتئب ومعنده طاقة ومعنده أمل وعنده كذلك هذا المزاج العصبي هو عادة ما يزيد ما يكبر هذه المشكلة بدل ما يحلها فصلنا يشوف حالات مثل حالات انفصال أحياناً بين الأزواج والسبب ببساطة هو اكتئاب أحد الطرفين دون إدراك الآخر أن هذه حالة مرضية وإذا عولجت كافية لأنه تلحل كل المشاكل المتعلقة بهذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر